اشتركوا في القناة واكيد ما تنسوش لو دي اول مرة بتشوفوا القناة تفضلوا رجعوا للفيديوهات القديمة ان شاء الله تستفيدوا جدا وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ينزل ويلا نقول بسم الله وده الخيط اللي انا هستخدمه يعني هي الفتلة بتاعته متوسط لو مش محتاجة اقول لكم طبعا الورزة دي تقدروا تستفيدوا منها في اي مشروع كروشي تاني مش شرط يعني الشال اه برضو سايبالكو صورة الخيط دي على الشاشة هو خيط اليس كلاسيك صيفي او شتوي الغرزة دي حلوة ومعايا هنا الابرة بتاعتي رقم 3.5 ملي متر اليس كلاسيك ادي سمك الخيط شوفوا الخيط اللي انتو تحبوه تستخدموه يعني هي الغرزة دي تعتبر غرزة مارنة مش بتايدنا وان شاء الله هتبقى سهلة على المبتدئين كمان كمان حابة افكركم اشتركوا في قناتي التانية كروشي ستوديو انا دايما سايبالكو اللينك بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله برضو هتستفيدوا منها جدا كلها فيديوهات سهلة وسريعة وكمان مناسبة للمبتدئين تعالوا نبدأ مع بعض انا هنا عايزة ابتأ سلسلة لا اقول كده بشتغل عقدة البداية ومحتاج اشتغل سلسلة من المضاعفات رقم 13 بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر يبقى احنا عايزين موضع فات رقم 13 يعني هزود رقم 13 ده زي ما انا عايزة بس مش كفاية كده بنضيف تمانية سلسلة للعدد عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر مهم جدا اول سطر واول سلسلة اللي هي بنشتغلها دي اللي هي بنشتغلها من مضاعفات الرقم 13 وبعد كده عد تاني يعني انا كده بضاعف رقم 13 تلات مرات اللي ورزة هتلاقوها جميلة قوي وسهلة يبقى انا كده ضعفت رقم 13 تلات مرات بعد ما بتضعف الرقم زي ما انتوا عايزين بتزودوا تمانية سلسلة على العدد هعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية سلسلة ضفتهم للرقم بتاعي بعد كده نبدأ السطر الاول بلف الخطة على الابرة وهبدأ هنا اعد على السلسلة اللي قدامي بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبادخل هنا في السلسلة رقم تمانية يبقى انا كده فوت سبعة سلسلة هدخل هنا وهشتغل اعمود بلف بس كده مزبوط نبدأ السطر الاول بتاعنا صح وهمشي بنفس الطريقة كده على كل السلسل اللي هتقابلني السلسلة اللي بعدها هدخلوا باشتغل عمود بلفة انا كدبالكو دايما العدد على الشاشة هنكملهم 11 عمود بلفة انا كده باشتغل التالت وهكذا همشي على السلسلة اللي بعدها لحد ما هكملهم 11 الكورزة دي طبعا تقدروا تشتغلوا منها بالوزة صيفية هتبقى جميلة يعني قطعتين قطعة من الامام وقطعة من الخلف وبيتقفلوا مع بعض وممكن برضو مفرش كروشية هتبقى حلوة قوية يعني هي ليها افكار كتير قوي تقدروا تدخلوها فيها نكمل كده شغل الاعمدة همشي كده على السلسل اللي قدامي وهشتغل اعمدة بلفة نكملهم 11 هدخل كده في السلسلة واشتغل العمود عايز اقول لكم برضو ان عايزين الابرة تبقى مناسبة لصنق الخيط يعني انا قبل ما اجرب معاكم الكورزة جربتها بابرة رقم اربعة لقيتها مش حلو لقيت ان ابرة تلاتة ونص بتظهرها كويس ايدي الاعمدة كملتهم 11 اتنين اربعة ستة تمانية عشرة ودي الحداشر تمام كده 11 عمود بلفة متتالين وفي البداية فوت 7 سلاسل واشتغلت في رقم 8 بعد كده هشتغل اتنين سلسلة فاصل وبالف الخيط على الابرة وهفوت اتنين سلسلة واحد اتنين وهدخل في التالتة وهشتغل برضو 11 عمود بلفة متتالين وبس كده ده شكل السطر الاول عايزين مجموعات مكونة من 11 عمود بلفة وبنشتغل اتنين سلسلة فاصل وبنفوت اتنين سلسلة في السلسلة الاساسية هكملهم 11 خلاص كده كملتهم 11 علشان بس ما نضيعش وقت الفيديو فإننا نفضل نعد الأعمد العدد مظبوط عندنا 11 اهو تمام كده تمام 11 عمود بلفة عايزكم تبقوا متأكدين كويس جدا من العدد علشان السطر يقفل صح ودي اتنين سلسلة وهلف الخيط على الابرة وبرضو هفوت اتنين سلسلة واحد اتنين وادخل هنا في التالتة وهشتغل عمود بلفة وده بيبقى بداية المجموعة اللي عندي اللي هي 11 عمود متتالين وبس كده ده شكل السطر الاول بس طبعا ننهي السطر مع بعض هكملهم برضو 11 زي دول خلاص كده كملتهم 11 ودي اخر مجموعة 11 عمود بلفة لازم لازم يعني اتبقى عندي في النهاية ثلاثة سلسلة فاضين اللي هما دول اشد دي كده عقدة البداية او كده واضح ثلاث سلاسل عندي فاضين في النهاية السطر لان انا هشتغل اتنين سلسلة ده اخر فاصل عندي وهلف الخيط على الابرة وهعد هنا على السلاسل اللي قدامي واحد اتنين وهدخل في التالتة اللي هي هتبقى اخر سلسلة في السلسلة بتاعت البداية وهشتغل عليها عمود بلفة يبقى انا كده بدأت السطر بفراغ هو نهية السطر بفراغ اللي هو ده فراغ في بداية السطر وفراغ في نهاية السطر وعندي تلات مجموعات لان انا ضعفت رقم تلاتاشر تلات مرات تعالوا نبدأ السطر رقم اتنين ولما نيجي عندها سطر التكرار هقول لكم بس هي الغرزة سهلة جدا هرتفع من هنا تلات سلاسل وبلف الغرزة تلات سلاسل دول انا هتبارهم عمود بلفة وهدخل في الفراغ اللي جاي على طول اللي هو الفراغ ده وهشتغل اتنين عمود بلفة واحد ودي العمود التاني بس يبقى انا كده بدأت السطر بتلاتة عمود بلفة ولسه مكملة هاخد تلاتة عمود من الحداشر الاول كده هلف الخط على الابرة لان انا مكملة عمودة بلفة ودي التلاتة اعمدة اللي انا هاخدهم من الحداشر نكمل كده عدد يبقى انا كده بعد رقم اربعة وكده رقم خمسة وكده رقم ستة يبقى انا كده خدت تلاتة اعمدة من المجموعة اللي هي احداشر عمود واشتغلت تلاتة قبلهم يبقى ستة بعد كده اتنين سلسلة فاصل والف الخط على الابرة واعد على الاعمدة اللي قدامي واحد اتنين ثلاثة هدخل كده في التالت وهشتغل عمود بلفة واحد بس وبعد كده هرجع اشتغل اتنين سلسلة وهرجع عد على الاعمدة اللي قدامي بعد واحد اتنين وبدخل هنا في التالت وبشتغل عمود بلفة ولسه هكمل بلف الخط على الابرة وهروح على العمود اللي بعده برضه هشتغل هنا عمود بلفة وعلى العمود اللي بعده عمود بلفة يبقى انا كده اشتغلت تلات عمود بلفة هيقبلني هنا الفراغ هدخل في الفراغ ده وهشتغل في اتنين عمود بلفة اللي هو فراغ الاتنين سلسلة هدخل هنا وهشتغل اتنين عمود بلفة هدي واحد والعمود التاني ولسه مكملة شغل بعد ما شتغلت اتنين عمود هروح علاق المجموع اللي بعدها برضه هاخد منهم تلات عمود بلاف. ادي عمود وادي التاني. هنعد برضو العدد في النهاية وادي التالت. بس يبقى كده العدد كام? العدد عندي تمانية. باشتغل اتنين سلسلة. في بداية السطر كان عندي ستة. وباقي المجموعة هتبقى تمانية. ادي اتنين سلسلة وبعد الاتنين سلسلة هعد برضو هنا على الاعمدة اللي قدامي واحد اتنين وهدخل في العمود التالت وهشتغل عمود بلافة واحد بس وهرجع تاني. هكرر يعني الجزء اللي انا اشتغلته آآ في بداية السطر. ادي اتنين سلسلة. وبرضو هلف الخط على الابرة وهعد واحد اتنين وهدخل في التالت وهشتغل عمود بلافة وببدأ مجموعة جديدة. مكونة من تمانية عمود بلافة. يبقى كده نعد بقى الاعمدة وربعة. كده اتنين. كده تلاتة. ونروح على الفراغ. نشتغل رقم اربعة. يا دي كده رقم اربعة. وخمسة. اتنين في الفراغ. ونروح على التلاتة عمود دول. ونكمل. كده رقم ستة. وكده رقم سبعة. واخر حاجة رقم تمانية. يبقى انا بشتغل تمانية عمود بلفة بنفس الطريقة كده. تلاتة على التلاتة واتنين في الفراغ. واتلاتة على اول تلاتة عمدة من المجموعة الجديدة. ونبدل نكرر بنفس الطريقة لحد نهاية السطر. ماشيين بنفس الطريقة كده. انا بس خليت الجزء ده سريع شوية. يعني احنا بنكرر. بس هنقفل مع بعض كده بس السطر. اه دي عمود. واتنين سلسلة ونرجع نعد تاني. واحد اتنين وندخل في التالت. اخدوا بالكو هنا من نهاية السطر. انا عايزة ستة. بعد كده واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة. وفي الفراغ هشتغل تلاتة. كده اربعة. خمسة. والعمود رقم ستة هيبقى ازاي هنا ما بدأت السطر بتلاتة سلاسة اللي اعتبرتهم عمود. هني الستة اعمدة بس طبعا انا هنا هشتغل العمود عادي. هكمل بيه الستة. بندخل برضو في الفراغ ونشتغل العمود رقم ستة. وخلاص كده احنا خلصنا السطر بتاعنا. انا هنا السطر بستة عمود بلفة كده زي ما انتم شايفين. زي بداية السطر ستة عمود بلفة. او شايفين العدد ستة. المجموعات الجوة الغرزة تمانية. بارتفع تلات سلاسل للسطر رقم تلاتة. وبلف الغرزة. بلف الخط على الابرة وهامشي على العمود طبعا بفوته بروح على اللي بعده لان التلات سلاسل اللي اعتبرتهم عمود. يبقى انا كده بشتغل العمود رقم اتنين. وهشتغل العمود رقم تلاتة على الغرزة اللي بعدها. تمام كده يبقى انا بدأت هنا بتلاتة عمود بلفه ده اللي انا عزاه في بداية السطر. بعد كده تلاتة عمودة دول انا بفوتهم خالص. انا بارتفع من هنا اربع سلاسل. وبعد ما ارتفعت اربع سلاسل هدخل هنا في الفراغ وهشتغل جرزة حشو. بشد كويس. وفوق العمود هنا برضو هشتغل جرزة حشو. وبرضو في الفراغ اللي بعده ده هشتغل جرزة حشو. يبقى انا اشتغلت تلاتة حشو واحدة في الفراغ. واحدة فوق العمود. دي تلاتة. وواحدة في الفراغ. تلاتة. وبعد كده بارتفع اربع سلاسل. وانا قدامي هنا طبعا تمانية عمود. هلف الخط على الابرة. واحد واحد اتنين تلاتة. وهدخل في العمود رقم اربعة. وهشتغل اتنين عمود بلفة. اي دي عمود بلفة. وعلى العمود رقم خمسة بشتغل العمود التاني. هتلاحظوا ان اللي اتنين عمود دول اللي هما دول. الاعمد اللي انا اشتغلتها في الفراغ. عمودين فوق العمودين. وهرجع ارتفع اربع سلاسل. وبرضو هفوت ال تلاتة عمود دول مش هشتغل عليهم. انا هروح هنا على الفراغ وهشتغل جرزة حشو. وفوق العمود هنا هشتغل جرزة حشو. وفي الفراغ اللي بعده هشتغل جرزة حشو يبقى احنا كده بنشتغل تلاتة حشو بنفس الطريقة ونرجع تاني نكرر اربع سلاسل وبالف الخط على الابرة وبعد واحد اتنين تلاتة وهنا في العمود الرابع باشتغل فوقه عمود بلفة وبرضو على العمود الخامس باشتغل عليها عمود بلفة ودول بيبقوا الاتنين عمود زي ما قلت لكم على العمودين اللي كانوا اشتغلتهم في الفراغ وهدي اربع سلاسل وهرجع تاني افوت التلاتة عمود دول وهشتغل التلاتة حشو. انا مخليها بس كده الجزء ده سريع ودي جرزة الحشو التالتة. وده الشكل عندنا لحد دلوقتي. الجرزة طبعا لسه شكلها مش باين خالص. واخر اربع سلاسل هننهي السطر. ودي الاعمدة اللي قدامي. هعد واحد اتنين تلاتة وبدخل في العمود رقم اربعة بحيس ان انا انهي السطر بتلاتة عمود زي ما بدأته. ادي عمود. والعمود رقم اتنين. وهيجي طبعا طالما احنا شغلنا مزبوط. هيجي العمود رقم تلاتة. على اخر عمود اللي هو ده اللي هما التلات سلاسل يعني. في السلسلة التالتة بدخل وبشتغل اخر عمود اللي هو التالت. وكده انا هنا السطر بتلاتة عمود. وبدأناه بتلاتة عمود. وادي شكل الغرزة. ايه الغرزة منظمة جدا وسهلة. بس يعني عدد كده من السطور. وكده خلصنا السطر وتعالوا نبدأ في السطر الرقم اربعة. هرتفع تلات سلاسل. وبيعتبرهم عمود بلفة. وعايز اقول لكم ان السطر آآ رقم اربعة هو نفسه السطر رقم تلاتة بدون اي تغيير. يعني هبدأ السطر بنفس الطريقة هشتغل تلاتة عمود بلفة انا كده اشتغلت الاول. هشتغل العمود بلفة بلفة رقم اتنين. هنا نشتغل كده العمود بلفة رقم اتنين. والعمود بلفة رقم تلاتة. وبس كده بدأت هنا بتلاتة عمود بلفة. وبرضو هرجع ارتفع اربعة سلاسل. وهروح هنا على التلاتة حشو. برضو هشتغل فهم تلاتة حشو. بدون اي تغيير. نشتغل كده الحشو الاولى. وكده اتنين. والحشو رقم تلاتة. وبس كده. تلاتة حشو فوق تلاتة حشو. ونرجع نرتفع اربعة سلاسل. وهروح على الاتنين عمود دول. هشتغل عليهم برضو اتنين عمود بلفة. يبقى كده السطر الرقم اربعة هو تكرار السطر الرقم تلاتة. وارجع ارتفع اربعة سلاسل. واروح على التلاتة حشو. واشتغل فوقهم تلاتة حشو. هكمل السطر كده لحد النهاية. وهرجع لكم نقفل السطر مع بعض. خلاص كده وصلت لنهاية السطر اشتغلت تلاتة حشو. بعدهم هشتغل الاربع سلاسل. وهنقفل السطر هنا بتلاتة عمود فوق التلاتة عمود. اي دي العمود التاني. واخر حاجة العمود التالت بشتغلوا آآ هنا في السلسلة التالتة من التلات سلاسل. تمام كده. يبقى انا كده خلصت السطر الرقم اربعة. يعني الشكل بتدا يبان شوية من السطر ده. وهيبان اكتر من السطر اللي جاي السطر رقم خمسة. هرتفع للسطر رقم خمسة. بارتفع طبعا آآ بنبدأ بتلات سلاسل ارتفاع. وبعتبر التلات سلاسل دول او العمود بلفة عندي في السطر. وهشتغل العمود بلفة رقم اتنين. السطر ده بقى عايز تركيز شوية. السطر رقم خمسة. بروح كده للعمود التاني وبشتغل عليه عمود بلفة. وكده انا بشتغل العمود بلفة رقم تلاتة. اشتغلت تلاتة فوق بتلاتة. ونخلي بقى لنا هنا انا كنت ارتفعت الفاصل ده كان اربع سلاسل. هلبف الخط على الابرة. وهشتغل هنا ايه دي السلاسل من ظهرها واحد اتنين تلاتة اربعة. شايفين كده من ظهر السلاسل? عادي بنعد. انا عايز اشتغل في الاولى والتانية. هشتغل كده عمود بلفة في الاولى. يبقى كده ده العمود بلفة رقم اربعة. وهروح هنا على الجرزال اللي بعدها او السلسلة اللي بعدها. وهشتغل العمود بلفة رقم. خمسة يبقى انا كده اشتغلت خمسة عمود بلفة. وبعد كده ارتفع فاصل تلس سلاسل. وهروح على التلاتة حشو. بل في القطع على الابرة ايدي تلاتة حشو واضحين. انا عايزة ادخل ادي واحد اتنين تلاتة. عايزة ادخل في الحشو التانية اللي هي دي. بعدي واحد وبادخل هنا في التانية وباشتغل عمود بلفة. وهرجع تاني اشتغل تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. وهنا برضو بروح على الاربع سلاسل اللي بعدهم. زي ما كنت اشتغلت على السلسلة واحد واثنين هنا في الاربع سلاسل اللي قدامي برضو احنا بنعد من ظهر السلاسل. ادي سلاسل من ضهرها. بنعد من ضهرها عادي. انا بلف الخط على الابرة. وهدي واحد اتنين تلاتة اربعة. انا عايز ادخل في التالتة والربعة. ايه دي الرابعة والتالتة. نهد كده واحد اتنين. وبدخل في التالتة وبشتغل اول عمود بلفة عندي. وهنا في الرابعة بشتغل العمود بلفة رقم اتنين. وما ينفعش هنا ندخل نشتغل تحت السلسلة بشكل حر. احنا عايزين السلاسل بنفس الطريقة كده. علشان تدينا الشكل ده بالزبط. غير كده الشكل ده مش يبقى واضح. شايفين الشكل? بيبقى جميل قوي طبعا مع تزايد السطور. ولكن نمشي بنفس الطريقة كده. بندخل في السلسلة. وبكمل. انا كده اشتغلت عمودين. هنا هشتغل العمود رقم تلاتة. وهنا العمود رقم خمسة. ولسه مكملة. برضو هدخل على السلسلة اللي بعدها اللي هم الاربع سلاسل. هشتغل ادي الاربعة. انا بشتغل في الاولى والتانية. ندخل كده ونشتغل. عمود بلفة. وهنا في التانية بشتغل عمود بلفة. يبقى كده الاعمود اللي انا اشتغلتها. اهو شايفين كده العدد ستة عمود بلفة متتالين بنفس الطريقة كده. ونكمل بنفس طريقة العمل. اشتغل تلات سلاسل. وهروح على الحشو رقم اتنين. هيدي التلاتة حشو. بعد واحد وبدخل هنا في التانية وبشتغل عمود بلفة. وتانية بشتغل تلات سلاسل. وباروح على الاربعة سلاسل بلف الخط على الابرة. واحد اتنين. وبدخل هنا في التالتة وبشتغل عمود بلفة. وهنا في الرابعة بشتغل العمود بلفة. اللي بعده اللي هو رقم اتنين. هو مزبوط كده ونكمل. طبعا احنا بنكملهم ستة. هنا فوق العمودين. بشتغل. كده رقم تلاتة. وكده رقم اربعة. والاتنين اللي هم رقم خمسة وستة بشتغلهم هنا على السلاسل اللي قدامي على السلسلة رقم واحد واتنين. ادي السلسلة الاولى. ونكملهم كده ستة عمود بلفة. وعلى السلسلة التانية. كده بقى واضح اللي شغل جوه السلاسل بنشتغله ازاي. ودي الشكل. بخيط ارفع من ده برضو الغرزة تبقى جميلة قوي. ادي تلات سلاسل. وعلى الحشوة التانية بشتغل عمود بلفة. احنا كده خلاص بننهي السطر. ودي تلات سلاسل. وانا هننهي السطر بتاعنا زي ما بدأنا السطر نفس عدد الاعمدة اللي هم خمسة. ادي السلاسل. واحد اتنين. وبدخل هنا في التالتة. وببدأ شغل الاعمدة. عايز اقول لكم السطر ده اللي هو رقم خمسة. ده اخر سطر عندي. وبعد كده هبدأ اكرر. خلاص كده خلصت السطر لحد نهايته. يعني احنا كده خلاص خلصنا الخمس سطور بتوع الغرزة. اوه شايفين كده انا هنا السطر ده بخمسة عمود بلفة زي ما بدأناها بخمسة عمود بلفة. ده الشغل اللي احنا عايزينه. ادي هنا مزبوط كده خمسة عمود بلفة. بس وده شكل الغرزة. الغرزة كده بقت واضحة. طبعا كل ما بنشتغل فيها بتبقى احلى وبتبان اكتر. السطر ده هو اللي انا هرجع كرره تاني. اللي هو السطر رقم واحد. بنفس طريقة العمل بس انا لازم اكرره معاكم. برتفع تلس سلاسل وبعتبرهم عمود. وطبعا انا بدأت السطر ده بفراغ. لان احنا طبعا بنشتغل على الغرز اللي احنا عملناها. اللي اشتغلناها في السطر رقم خمسة. اي دي العمود اللي في البداية. طبعا كان عندي فيه هنا فاصل. اتنين سلسلة. يبقى معنا كده ان انا ارتفعت خمسة في البداية. تلاتة عمود واتنين فاصل. وهنا هعد على الاعمدة اللي قدامي. بعد واحد اتنين تلاتة وبدخل في الرابع العمود رقم اربعة وبشتغل عمود بلفة. وعلى العمود اللي بعده بشتغل عمود بلفة فاكرين احنا كنا في الاول خالص بنكملهم حداشر عمود بلفة. ادي الفراغ مكان الفراغ. بنكملهم حداشر بس هنشتغل ازاي الحداشر عمود متتالين. انا كده بعد ما اشتغلت اتنين عمود. هروح على فراغ التلات سلاسل اللي هو ده. هشتغل فيه تلاتة عمود بلفة. بنفس الطريقة. انا عايز ادخل جوه السلاسل. مش بندخل تحتها ونشتغل. ادي كده العمود رقم تلاتة. وكده رقم اربعة. وكده رقم خمسة. يبقى انا كده اشتغلت على التلات سلاسل بتوع الفراغ. كده خمسة. وفوق العمود هشتغل عمود. يبقى كده رقم ستة. وبرضو هروح على التلات سلاسل اللي بعدهم. ندخل جوه السلسلة. ونكمل في العد. انا كده بشتغل رقم سبعة. وكده رقم تمانية. وكده رقم تسعة. لسه ما كملنا همش حداشر. يبقى انا كده اشتغلت لحد دلوقتي تسعة. هروح على المجموعة اللي بعدها. يعد كده رقم عشرة. وكده رقم حداشر. وخلص كده. خلصتهم حداشر عمود بلفة متتالين. بشتغل فاصل اتنين سلسلة. اللي هو الفراغ ده. يعني انا بكرر الفراغ. وبعد كده بكمل حداشر عمود متتالين. بلف الخط على الابرة وبفوت واحد اتنين وبروح هنا للتالت بدخل وبشتغل اول عمود في الحداشر وبمشي بنفس طريقة العمل كده. هكملهم حداشر عمود بلفة. زي اللي انا اشتغلتهم تحت دول. تمام كده خلاص كملتهم حداشر عمود بلفة وبيمشي التكرار بنفس الطريقة كده. بنكرر السطر رقم واحد بمنتهى البساطة كده. بس بصراحة يعني هو لو مبتدئين عايز تركيز شوية. ودي كده خلاص الشكل اكتمل. وقفلنا عليه اللي هو بتكرار السطر رقم واحد. هكملو كده لحد النهاية. وهرجع لكم. خلاص كده وصلت لحد نهاية السطر. كررت السطر رقم واحد لحد نهايته. يبقى كده عندنا الغرزة من تكرار خمس سطور بس زي ما انت شايفين بمنتهى البساطة. يعني انا هرتفع كده برضو شوية بالسطور وهرجع لكم نشوف شكل الغرزة مع بعض. وهنا بعد ما ارتفعت بالسطور. اه دي شكل الغرزة جميل وبسيط جدا. غرزة العنكبود بشكل كلاسيك. اه اشتغلناها من تكرار خمس سطور. بس اه زي ما انت شفتوا الشغل سهل وان شاء الله ما فيش اي مشكلة للمبتدئين. ما فيش اي حاجة هتلخبطكم. الغرزة مارينة والفراغات بتاعتها حلوة. يعني مش فراغات اه كتير اوي. او حتى هي لو فراغات كتير بس يعني عاملة شكل حلو. والغرزة تمشي للصف والشتة يعني هي مش مفرغة زيادة عن اللزوم. تمشي تبقى جميلة اوي الشال الشتة. او سكارف برضو جميل. لو حابين يعني تعملوا آآ كفية مش عريضة اوي. وهدي الخيط اللي انا استخدمت وتقدروا برضو تستخدموا خيط ارفع منه هيبقى جميل معه الغرزة. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو وتكونوا الجرزة دي عجبتكم. عايزكم تطبقوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع كل اصحاب كله بيحبوا الجرشية علشان الكل استفيد. كده خلاص خلصنا واسبكم في رعاية الله.